ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبراض ولأن ربنا قريب مجيب للدعاء حذفت يا النداء ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وداعيا يدعو الناس للتصديق بك والإقرار بوحدة نيتك والعمل بشرعك فسارعنا وأجبنا دعوته وصدقنا رسالته دون تردد أو تسويف ومي يكون المنادي قال ابن مسعود وعبد الله بن عباس وأكثر المفسرين هو محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة بينما قال قتاده والقرذي هو الكرآن وليس كلهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ردد معي أخي الكريم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا واستشعر معي حلاوة التضرع إلى الله بإسم من أسمائه الحسنى ربنا أرددها مرة أخرى واستشعر الخضوع لله عز وجل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا أرددها مرة ثالثة واستشعر معي حلاوة الإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ألا تتفق معي أخي الكريم أن تلك من عظيمة من الله عز وجل أن وفقنا للإيمان وهدانا إليه كم من إنسان بائس سمع النداء فول منه ولم يستجب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسترها واعفو عنها وكفر عنا سيئاتنا بأن تزيلها وتمحوها وتحولها إلى حسنات وتوفنا مع الأبرار والحقنا بالصالحين الأخيار وحشرنا معهم عند الممات والأبرار جمع ومفردها بار وهو الشخص الكثير الطاع لخالقه وهل من الممكن أن يذنب المؤمن ويرتكب المعاصي والسيئات أحيانا نعم لأنهم بشر قد يخطئون وعقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن قد يذنب وأن الذنب لا يخرج المؤمن من دائرة الإيمان اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة